اهلا بيف كان اشرح لي رئيس البنك الاهلي ورئيس بنك مصر يعلنوا اخر معهد لاصدار شهادات تلاتة عشرين ونص وسبعة وعشرين في المية الجديدة. طبعونا لنهاية الفيديو عشان تشوفوا هم اهلوا اخر معهد امتى? واحنا وجهة نظرنا ايه? وحنجاوب لكم على اسئلتكم الكتيرة في هذا الشأن. ولو انت حابب تعمل الشهادات دي تعملها امتى? تعالوا بينا هنشوف الاسئلة المليحة اللي من ديوم الشهادة دي ما اصدرت واسئلة كتيرة بيه اه تجينا وسواء على الكومنتات بتاع القناة او على اه التليفون او كده ان الشهادة دي اه دي اه ايه اخبارها نشتري ولا منشتريش? طب هي اخر معهد لها امتى? سواء كنت انت معاك الفلوس ومش حابب ان انت تروح في الزحمة اللي في الاول دي او سواء اه ليك فلوس عند حد ولسه ما اجابها لكش واجابها لك بعد فترة معينة او ليك فلوس في شهادات الخمسة وعشرين في المية وحتستحق اه مثلا اه في وقت معين في اه الشهر ايه ده يعني? فانت حضرتك مستني لما الفلوس تنزل في حسابك وتشتري بيها الشهادة الجديدة. فده سؤال مهم جدا وسؤال من اكتر اسئلة لشهادة الناس وخايفين لا الشهادة تنتهي وهو عامل حساب ان هو يشتري في الشهادات دي وخايف الحسن تنتهي قبل ما يشتري. الاساز محمد الاتريبي رئيس بنك مصر طلع على التلفزيون ملخص تصرحاته ان نتكلم في تلات حاجات مهمة ودول اللي هموا اغلب الناس ودول اللي هنتكلم فيهم. اول حاجة اتسأل ليه الشهادات دي ما اترحتش لمدة سنتين او تلاتة وليه ان هي اترحت لمدة سانة واحدة بس كدني يعني اه ليه ما اترحتش سنتين تلاتة عشان كدها تبقى افضل للناس. فهو قال ان الشهادات دي تكلفتها عالية جدا على البنك وبالتالي هو ما يقدرش يترحل سنتين وتلاتة عشان تكلفتها العالية على البنك. بجانب ان هو مع البنك المركزي بيتوقعه ان التدخم خلال عام الفين اربعة وعشرين وبديات عام الفين خمسة وعشرين ان هو ينقفض عن المستويات الحالية ويبقى اقل من السبعة وعشرين في المائة. ومستهدفين مستويات تقريبا من اه تلاتة وعشرين او اربعة وعشرين. فبالتالي هتبقى الشهادات مغطية التدخم. فهم بيتوقع ان التدخم بينقفض في الفترة دي وبناء علينا ان نزلوا الشهادات دي لمدة سنة واحدة فقط. بجانب الجزء المهم جدا وللسا يليون واللي هي تكلفتها عليه غالية جدا. بجانب حاجة كمان ان هو مع تصريحات البنك الفيدرالي ان هو هيبتدي عملية تسبيت وخفض الفايدة. فبالتالي معدلات الفايدة هتبتدي في كل البلدان ان هي تنخفض. مش هيبقى فيه معدلات الفايدة العالية او دي. فبالتالي هما طرحوها لمدة سنة فشافين ان سنة افضل من اكتر من كده. تاني حاجة هو اتسأل على اهم حاجة ولا هي موعد اه انتهاء الشهادات دي. وهل لها موعد محدد ان هي هتتوقف فيها. محدده البنك الاهلي وبنك مصر. هو قال ان ما فيش موعد محدد. وطبعا الشهادات الاستثنائية زي ما هدركوا عارفين ما بيبقاش لها ابدا موعد محدد. بتنزل اصلا من البنك الاهلي او بنك مصر او باي بنك بتكليف من البنك المركزي. وما بيتقلش انهي موعد اللي هتوقف فيه. ما بيتقلش زي ما لسه اللي هدركوا انهي موعد هتوقف فيها يا زي الشهادات. بيبقى فيه مبلغ موجود. اه يعني البنك المركزي ببقى حاطة اه للبنوك دي. اه رينجو معين اللي هتطلوهم وضع لهم رينجو معين لفلوس الموجودة في السوق. مجرد ان هي اول ما بتوصل رينجو معين. او بيعديه بشوية. بينزل على طول قرار بوقف هذه الشهادات. فلوس سيلة موجودة في السوق. نتيجة الشهادات الخمسة وعشرين. اه اللي اه يعني انتهى بداية اصدارها. لان هي اصدارات من اول شهر وقعدت اه لغاية اخر يناير الفين اه تلاتة اه وعشرين. فهي خلاص عد عليها سنة وانتهت. فالفلوس اللي نتجت عنها. البنك المركزي اصدر اوامره ان هما محتاجين انهم يلوموا السيولة دي عشان الدنيا يعني ما تبقاش ايه اه ما تبصي منهم ويعني دي سياسة خاصة بينتاجها البنك عشان الناس ما طرحش يشتري مسلا ده ما طرحش مش عاف تعمل ايه. وكده هما بيعتبروا ان الكلام ده يعني هي يعني هيخلي الدنيا اسوأ مما هي عليه دلوقتي. فبيصدر اوامر البنوك دي اه الاهل ومصر وهم يعتبروا بنكين الحكومة ان هما ينزلوا الشهادات اللي ايه بسعر فايدة عالي عشان الناس تخط فلوسها فيها. فبمجرد الفلوس دي ما تتلم او اكتر منها بشوية بيرزل برضو قرار ليهم ان هما يوقفوا اصدار هذه الشهادات. والمعاد بتاع اه اه اقاف الاصدار ده محدش بيعارفه حتى موظفيين هيه البنوك نفسها. ويهلوا استاذ محمد التريبي قال من خلال التصرحات التليفزيونية انه هو بيتوقع ان الشهادات تستمر لحد اول فبراير. وكان اه التعاليه او رده على سؤال سأشمعنا التاريخ دوت قال لان لان شهادات الخمسة وعشرين في المائة لترحت السنة اللي فاتت كان اخر معاد لها هو اتنين اه اه فبراير الفين تلاتة وعشرين اتنين اتنين الفين تلاتة وعشرين وبالتالي زي ما احنا اتكلمنا قبل كده قلنا الشهادات دي لو نزلت هتنزل علشان تحافظ على فلوس شهادات الخمسة وعشرين وتحافظ عليها في البنوك وتخليها ما تخرجش من البنوك والاستاذ محمد ربي باي كلامنا وبيقول ان في الغلب من الشهادات دي هتفضل لغاية مشهادات الخمسة وعشرين في المائة كلها ما تستحق لنا سيعنا لغاية مسأل اتنين اتنين لان ايه اخر حد اشترى يوم اتنين اتنين فهو هيفضل لغاية اخر واحد اشترى يوم اتنين اتنين الفين اربعة وعشرين هيستنى لما اخر شهادات المستحقة في تاريخ اتنين اتنين تنزل في الحساب واللي عاوز تشير بقى شهادات من الجديدة يروح بقى يربطها ومش هينفع ان الشهادات السبعة وعشرين تنتهي قبل ما شهادات الخمسة وعشرين كلها تستحق وتنزل في الحساب فبالتالي يبقى الموعد المبدئي كده الانتهاء هذه الشهادات مش قبل يوم اتنين فبراير وممكن ان هي تستمر لغاية يوم خمستاشر فبراير نصف فبراير الفين وعشرين واحنا قلنا في الفيديوهب بتاعتنا اللي فات ان الشهادات اللي هي من نوع الاستثنائية دي اللي هي بتنزل بتبقى اسمها شهادات استثنائية ولما بتنزل ما بتستمرش كتير والمفروض ان هي بيبقى ليها وقت معين وما بتبقاش موجودة وكلام ده احنا في شهادات الخمسة وعشرين في المية قلنا ان فعلا هتنزل بس مش هتستمر كتير وفعلا كلامنا تلع مزبوط ولو حدقى تدركوا فاكرين السنة اللي فات في شهر واحد كان برضو تلع سيد محمد الاتريبي وقال ان هو بيتوقع ان هي تنتهي هذه الشهادات دي تنتهي في نهاية شهر واحد او بالكتير في الاول من شهر اتنين وفعلا انتهت في اتنين فبراير الفين ثلاثة وعشرين فبالتالي احنا بنعتقد ان هو فعلا الوقت اللي هو بيقوله حضرته ده هو وقت ان هي هتنتهي فيه ثالث سؤال تسأله هو انه ايه اللي انتو متوقعين ان انتو يعني تحصلوه نتيجة الشهادات دي قال ان هما كانوا جمعوا من شهادات الخمسة وعشرين في المية حوالي خمسمية مليار جنيه فهو متوقع ان النسبة تعدي اا اكتر من كده فهو متوقع ان النسبة تعدي اكتر من كده ان هم يجمعوا اكتر من خمسمية مليار جنيه مصري من شهادات السبعة وعشرين في المية او تلاتة وعشرين ونصف في المية وده يبقى برضو مطابق مع كلامنا اللي احنا قلنا قلنا ان الشهادات دي اعلى من الشهادات اللي فات وفي ظل ان الدهب بقى سعار عالية جدا ده حيخلي ان فيه فئة كبيرة اا تسيبها بقى من الدهب ومن الكلام ده طرح تشيري الشهادات دي حتى لو فيه ناس عايزة تشيري ده بس اسعار الدهب العالية جدا دي حيخلي الناس تسيبها من الدهب وطرح تتجه للشهادات دي واللي هي بسبعة وعشرين في المية وثلاثة وعشرين ونصف في المية وده برضو حيخلي البنوك تجمع اا اكبر يعني قدر ممكن من اا الفلوس وحيعجل برضو بانتهاء اا معاد اصدارها ومش هيخليها تستمر كتير والدليل برضو على كلامنا ان بقى ان يوم واحد بس اشتغلوا فيه اول يوم ان شاء الله فيه الشهادات دي حصيلة لشهادات تلاتة وعشرين ونصف في المية او السبعة وعشرين في المية مجرد من يوم واحد بس بجانب طبعا التلات يام اجازات اللي هم كانوا يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الحد التلات يام الاجازات دولت مفيش ناس عملت كتير اا شهادات لان مش مفيش يعني موضوع الشهادات شارع شهادات اولاين ده فيه ناس كتيرة ما بتتعمل شي بيه وبيفضلوا ان هم يشتروا الشهادة من موظف البنك وهو واقف قدام منه اقول له اعمل لي كذا اشتري لي كذا اعمل لي كذا كده يعني فاول يوم اشتغلوا فيه بجانب تلات يام دولت جمعوا فيه خمسة واربعين مليار جنيه فالمتوقع ان هما في الام اللي جاي يجمعوا مبلغ كبير جدا واتوقع ان هي ممكن طبعا تعدي مبلغ الشهادات اللي هي مسلا زي شهادات تموت شاف المية واللي كانت هي اعلى شهادات جمعتها كانت تقريبا حوالي سبعمائة وخمسين مليار جنيه فتوقعاتنا ان هي ممكن تعدي المبلغ ده تعالوا مينا سريعا كده نشوف محمد الاتريبي قال ايه وبعد كده نخش فيه تصرحات البنك الاهلي هو كلام حضرته بيقول ان هو فعلا زي ما لسه قايلين لاحظة لكم ان هو تكلفتها عالية اوة عن البنك عشان كده مش هتستمر كتير والهدف منها جمع اكبر قدر ممكن من السيولة اللي هتبقى موجودة نتيجة حلول استحقاء الشهادات الخمسة وعشرين في المية طيب نيجي بالبنك الاهلي البنك التاني المزل لزي الشهادات محدش من البنك الاهلي ترى صرح اي تصريح في التلفزيون ولكن المسؤولين في البنك الاهلي وفي الاغلب هو رئيس البنك الاهلي صرح برضو وقال نفس تصريحات محمد الاتريبي ان ما فيش موعد محدد لانتقاء زي الشهادات ما قالش حتى كمان زي محمد الاتريبي ما قالش ان هو متوقع ان هي تبقى اه في اول فبراير او في نصف فبراير قال ما اه محدش اصلا اه يعني اه ما محددش موعد ايقاف اصدارها زي شهادات اللي ايه اللاتينية السنوية دي زي ما حضراتكم شايفين الكلام اللي على الشاشة قال ان ما فيه ايش موعد محدد ان هي تتوقف فيها وده اللي احنا بنقوله بنقرره ان يا جماعة شهادات الاستثنائية ببقاش لها موعد محدد للايقاف فنصيحة لحضراتك لو انت مقرر انت شير الشهادات دي وشايل الفلوس بفلوس جاهزة اه او انت شايلها يعني للوقتي لا على طول اشتري ما تنتظرش اه موعد الايقاف لان ده حاجة مش معروفة وممكن ايه تنتهي اه فجأة. واحنا ما بنقولش لحد يروح اشتري يا زي الشهادات احنا بنقول للناس اللي مقتنع بشير الشهادات دي ومنتظر زي الشهادات من فترة او انت متعود على العائد الشهري اللي بيساعدك فيه اه مصاريفك وفيه سادات التزاماتك او بتقدر تستصمره او بتحييي تدويره فيه مسلا حاجة تانية زي الدهب او غيره او في بورصة او في عقرات او في اي حاجة اشتري يا حضرتك الشهادات دي ما تنتظرش فترة طويلة وتيجي ببصت لايها انتهت ناس كتير عمل كده بشهادات خمسة وعشرين والناس كتير كانت منتظر شهادات التلاتين والخمسة وتلاتين زي ما الناس كانت بتعشمها ما منزلش الكلام ده وكمان حتى ملحوش شهادات الخمسة وعشرين في المية مقرر حاجة تشيرها زي الشهادات ومعك فلوسها اشتريها على طول ونصيح لحضرتك لو حاجتك مقرر تشتري الشهادات دي وعندك فكرة عن موضوع الشراء الاونلاين الانترنت البانكي او الموبايل بنك اشتريها من خلال الانترنت ولا تنزل ولا تروح ولا تيجي بتاع البانك اللي الناس اللي عارفة الموضوع دوت بيتخش على الابليكيشن وبتجيب الشهادات وبتجيب شراء شهادات وبتحدد له مسلا اه مبلغ اللي هتشتري به والعمل الموضوع بسيط جدا في خمس دقايق بتكون الشريط اللي انت عايزه بدل ما تنزل وتروح وتتزاحم وتوقف وتطلع وتنزل كده وبعد تتشيرها من خلال مكانات الاتم افضل ما تروح الفرع عشان الفروع زحمة جدا يا جماعة في الوقت الحالي وربنا عافينا طبعا من العدوى والافلونزة والكلام ده لو ما معكش امكانية موضوع الانترنت البنك او نوبايل البنك دي او مش او معكم مش حامل من انت تستخدمه خلاص ما قد ماكش حل تاني غير انك تروح تشتريها من الفرع وبكده ان شاء الله نكون الفيديو بتاعنا غطى الاسئلة الكتير اللي كانت بتتردد على السنة حضراتكو وكانت بيجينا على القناة اه في النهاية اشتركوا في قناتنا دعمونا وشرفونا اه ضغطوا اللايك وشير كتير عشان الفيديو بيطفو محركات البحث نتيجة اللايك وشير بتاع حضراتك وبتاخد سواب ان انت بتفيد غيرك انه يحصل على الفيديو اضغطوا زل الجلس او الاختيار اول اول كل عشان نسوك كل جديد وكان معكم سيد شاكر من قناة